على تليفونك مليون صورة بتكترتبهم بتكتخذفهم بتكتخلي اللي بدك هيا وتشيل ما بدك هيا بالعادة هاي البروزس بتاخد وقت وبتغلب في تطبيق عندي اليوم بيخلي العملية ممتعة وسهلة ونوعا ما سريعة خلينا عرفكم على تطبيق سبونج بتنزل هذا التطبيق والتطبيق مجاني وبتدخل عليه بتحدد ايش بدك الالبوم اللي تشتغل عليه او الشهر اللي فيه الصور رح يعطيك الصور وبتقدر تعمل سوايب تحكي للتطبيق هاي بدي اياها اذا عملت سوايب على اليسار او شمال تحكي للتطبيق هاي للحذف فببلش يجمع في النهاية بس تخلص هيكون عندك مجموعة صور على الشمال ومجموعة صور على اليمين بس توافق له بحذف الصور اللي راحت على الشمال تماما والصور اليمين هيخليهم او اذا انت يعني بتكاشف الطريقة هاي بالذات الصور اللي عجبتك ممكن مباشرة تضغط على الزر الاخضر تخليها او تضغط على الزر الاحمر تحذفها لازم تجرب التطبيق عشان تشوف قديش هو فعليا ممتع وسهل اذا بتحب تستخدم الكاميرا اللي موجودة على هاتفك بطريقة احترافية ويصير هذا الهاتف عنده كاميرا احترافية لازم تنزل هذا التطبيق اسمه بلاك ماجيك كاميرا بلاك ماجيك شركة معروفة اخوان بتصنع معدات تصوير خرافية وعندها سوفت وير خرافي للإديتنج للفيديو إديتنج وبرضو للكاميرا كاميرات بلاك ماجيك المعروفة تستخدم هيك تطبيق او هيك سوفت وير وكمية التحكم اللي رح تحصل عليها لما تستخدم هذا التطبيق رائعة جدا في عنا في الكاميرا العادية في وضع اسمه ووضع البروموت نعم بتغير الابتشر بتغير الوايت بلانس تمام لكن البلاك ماجيك بينقل الموضوع لليفل اعلى تقدر تشوف درجات الصوت او الفريكونسي تبعة الصوت تقدر تغير العدسات تقدر تغير فتحات العدسة تقدر تتحكم بالشوتر سبيد تقدر تتحكم بالوايت بلانس ايضا بنفس الوقت بفرجيك قد يشدل عندك مساحة في جهازك لحتى تقدر تصور اكثر او اقل حتى موضوع الفوكس زيبرا فوكس كل انواع الفوكس تتحكم فيها من هذا التطبيق يعني انا اعتقد ولا تطبيق في اي كاميرا ممكن يكون بنفس المستوى الاحترافي لهذا التطبيق فلازم تنزله اذا انت عاشق للألعاب مدمن ألعاب وبدك سماعات ألعاب مناسبة جدا للإدمان تبعك خيارك عندي سماعات سوني انزون الـ H5 هي الخيار المناسب حاليا اليك ليش بدي أعطيك بعض المواصفات وانت قرر اول شي هدول سماعات لا سلكية او ممكن تحولها ايضا سلكية والشغلة المهمة في هاي السماعات الراحة الوزن الخفيف يعني لو لبستها ساعات طويلة ما رح تحس انه فيه اشي ضاغط على راسك والسبب الكوشنز الموجودة على هاي السماعات من عند منطقة الرأس من عند منطقة الأذن مريحة جدا جدا صحيح الوزن 260 غرام فقط فهي مصنوعة من بلاستيك هتلاقي عليها فتحة 3.5 ليش عشان تشبك الكابيل اللي جاي معها وتصير السماعات سلكية عادي هذا المايكروفون جودة الصوت طبعته جيدة جدا حيكون مناسب للشات حيكون مناسب للستريمينج بس ترفعوا هيك حيصيري ميوتد يعني حيوقف ياخد صوت وانا بحكي معكم حاليا هي فعليا ما فيها ولكن هي مسكرة كويسة على اذني بحيث انه فعليا حجبت كل اصوات اللي عندي عندي صوت مكيف عندي صوت الانارة بسمحها انا حتى صوتي حاليا مخنوق ليش لانا حجبت هذا الازعاج البطارية 5200 ميلي امبير حسب الشركة حتكفيك 28 ساعة انا اعتقد 24 ساعة حيكونوا ممتازين جدا مع هاي السماعات بدها ثلاث ساعات ونصف للشحن فالشحن مش كتير سريع لكن السماعة تدوم جودة الصوت بهاي السماعات ومع الاب او الابليكيشن اللي بتنزله على جهازك البيسي حيكون جيد جدا طبعا فيه دنقل معاه عشان تحدد بدك تشبكها على كمبيوتر ولا على بلاي ستيشن 5 لاحظ الوانها بتشبه بلاي ستيشن 5 السعر 150 دولار شو رايك عندك نوتش على تليفونك جايب لك اليوم تطبيق رح يخلي هاي النوتش اداة جدا عملية تركز معي التطبيق اسمه النوتش اللانشر هو لانشر بس لا النوتش والعمل بسيط جدا فقط بتضغط على النوتش زي تتش واحدة انت بتقدر تحكم فيها طبعا بيطلع لك زي بار فيه كل التطبيقات اللي انت اخترتها بدك تكون عندك اكسس سريع عليها وبصير تعمل سكرول ما بينهم وتنتقل من تطبيق الى تطبيق وحتشتغل هاي النوتش على معظم التطبيقات حتكون شغالة على معظم التطبيقات اللي انت ممكن تشغلها انا عملت وان توتش عشان افتح هذا التطبيق انت ممكن تعمل دبل تاب عشان تفتح او تعمل تاب طويلة لحتى يفتح امور اذا شفتها بتليفونك لازم تغير تليفونك بالعادة السنة الاولى اللي بنشتري فيها الهاتف بيكون اداء الهاتف رائع جدا اذا كان فلاكشب ممكن يستمر اكثر من سنة اذا كان متوسط او هاتف اقتصادي حتشوف انه الاداء ببلش يتغير اذا بلشت تشوف انه الهاتف بيعمل فريزنج فريزنج يعني انت بشغل التليفون بدك تشغل تطبيق الجهاز وقف فجأة بدون اي سبب معانت فيه اشكالية بالذات لما انت بتكون بدك تعمل اشي بسيط يعني تفتح كاميرا تنزل الواتف وقف الجهاز بتحاول تنزل بتجمد بلش عمره ينتهي لهذا الهاتف اذا انت متعود تستخدم تطبيقات بتفتح فيسبوك فتحته اليوم لكن طول كثير ومش لحاله غيره من تطبيقات وانت متعود على السرعة بالفتح معاناته الجهاز بلش يحكي لك انه لازم تغيرني اذا يوم الايام حست لما انت بتعمل تتش على الشاشة ردت فعلي الجهاز للتتش هاي بطيئة يعني فيه لاق فيه بطو بالرد المفروض انه بس تضغط تتش يعمل اكشن حسيت انه فيه بطو مش انه الشاشة خربانة الجهاز بلش فعليا ينتهي عمره اذا كنت متعود تشغل تطبيقات كثير ويكونوا في في الخلفية وشغلين بعدين بلش تلاحظ انه انت بشغل عشر تطبيقات كل ما تشغلهم خمسة منهم او ستة منهم بطفو طب انا شغلتك ليش انت طفيت بكون الجهاز مش قادر يلحق على تطبيقات في الخلفية والرام فل اذا انت من عشاق الالعاب ومتعود تلعب جيمز على هاتفك وبلشت تحس انه فيه فريم دراب يعني فيه فريمات عمالة بتروح يعني حتى اللعبة نفسها المعنى الحرفي السلاسة تبعتها قلت فهذا مؤشر على قلة اداء الجهاز والجهاز مع العمر يقل اداءه مع الحرارة حتقولي شو يعني كل شيء له عمر معين واذا استخدمته بفترة زمنية صغيرة او قليلة بالطريقة اكبر حتقل كفاءة هذا الشيء انا بحكي عن المعالج هون المعالج لما بتستخدمه في اليوم ساعة مش زي لما بتستخدمه في اليوم خمس ساعات اذا استخدمته في اليوم خمس ساعات او اكثر مع العمر كفاءة رح تقل اتمنى تكونوا استفدتم اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وشير وكومنت واشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء